ايش بحضرنا نطبخها اليوم؟ والله اليوم في طلب خاص لمقلوبة مقلوبة السعودية؟ مقلوبة السعودية بالخضار طبعاً وعندنا اللحم ايوه ما شاء الله تبارك الله ايش مكونات هذه؟ عندنا الخضار وعندنا اللحم وعندنا البصل والطماطم وان شاء الله نشوفها مع بعض طريقة الشيخة اليوم ما شاء الله تبارك الله وان شوفت قاعد تقلبة في البصل وان شوفت قاعد تقلبة في البصل وان شوفت بغير نساعدك في حاجة معينة كل شيء سونا بس البصل تقطع لنا بصل؟ ايش بقطع لك البصل وان شوفت لك سونا كيف تكوني ام وشيف في نفس الوقت؟ انا عرف انه صعب عليك مسئولية في البيت ومطعم كيف تلحق الوقت بيتها؟ صحيح بطبيعة المرأة سبحان الله ربي خلقها وصخرها لبيتها واسرتها وخدمتهم وزي كذا والاكل يعني جزء لا يتجزأ من مهام المرأة الطبيعية في البيت فمنهم من يعني تركز عليه وتحبوا يكون هواية لها ومنهم سبحان الله يكون اداء واجب ويعني كذا لكن انا من الناس اللي حبيت الطبخ واحترفته وحبيت انمي هوايتي وابرزها انت بتتبخر ترى انت ماهم مشكلة عادي نضيف الثوم والفلفل والبخارات كيف جاءتك الفكرة المطعم كله شبات سعوديات ومبنات الوطن كيف جاءتك الفكرة هذا الاول على مستوى جيدة صح ايه مستوى المملكة الحمد لله انه هو يعني في مطاعم ومطابخ قبل كذا يعني يعتنوا بالحفلات وكذا لكن احنا حبيت اسوي انا مطعم متخصص انه حتى للفرد اللي ما عنده اسرته للمرأة اللي تعبانة ولا موظفة حبيت اخدم الناس كلهم على جميع الفئات والطبقات وضعنا بصل وطعم وفلفل واللحم مسلوك كل سرقين اول ايوه ونقلبناهم وضعنا طماطم ايوه ايه مستوي مزبوط لا حافظ الدرس ما شاء الله انت المفروض ترتبوا ايوه ما يكون فوق بعك ايوه بعدين احنا هنحط الحلقات بالترتيب ايوه لا تحركها عشان حننبدأ نحط طبقات صار عندنا طماطم وحلقات طماطم وكفل فرومي وبطاطس ودنجان هذا الشربة او مرج اللحم خلاص هذا اللي سلقتي فيه اللحم صح؟ ايوه اللي سلقنا فيه اللحم ايوه نضيف الرز ايوه الان ما تتحضر الطبخة خلينا اسلك شوي تسئلة الآن يعني اثناء عملك في المطبس وعملك هنا في المطعم كيف كان لقيت نظرة الناس تقبلهم النوم؟ شايف منهم وفيهم من بنت الوطن يعني المطعم يومي؟ انا شفت كل العاملات هنا ما شاء الله معلمة الشاورمة الكباب كل العاملات هنا النساء كيف حطة لقيت نظرة المجتمع بالعكس تبارك الله لقوا اقبال حتى البنات كانوا اول على استحياء صار فيه تقبل كثير بالعكس وصار فيه تشجيع وقبال كبير من البنات يبغوا يتعلموا حتى اللي ما هم هاوين للطبخ يبغوا يتعلموا الطبخ احنا عندنا جنوبي وحجازي وشرقي وكله موجود حتى عربي موجود وفيه ناس من خارج السعودية يبيتعرفوا على أكلات السعودية ما هوا اوقي يا سلام رائحة الشلحية